محمد صلاح طبعا عمل ماتش حكاية عمل ماتش حكاية عمل أداء مبهر 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 في آخر مباراة وجاب هدفين ما فيش أحلى من كده في الدنيا هدفين روعة 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 ولولا إنه وفك اشتباك هذه المباراة المعقدة ما كنا ندري إلى أين ستذهب هذه المباراة خاصة إنه في منتهى الحظ يورجين كلوب إنه المنافسين أو المنافسون يتساقطون يعني تساقط قبل منه ليستر سيتي بتعادل ففتح الفرق العشر نقط وبقت أربعتاشر نقطة مع المنافس الحقيقي وهو طبعا منشستر سيتي فبالتالي لو لا الهدفين بتوع صلاح لن هلعبهم دلوقتي لكن انتم شايفينهم قدامكم طبعا كان ممكن جدا يحدث ما لا يحمد عقباء هذا أمر الحياة بيورينا إن محمد صلاح يا محمد يا يماني هو جوهرة كروية متحركة جوهرة كروية متحركة والنهاردة محمد صلاح وصلت قيمته التسويقية تاني أغلى لاعب في العالم بعد بابيه تاني أغلى لاعب في العالم فهي يعني مش معقول هنقول عليه كده يا جماعة مش معقول قبل طيب أنا أبعرض لكي هو هنعرض بقى من عندي هنا دلوقتي هنقف كده واعمل كده واجيب بعد الكرة دي نجيب الأر دي اللي بالكعب الجميلة قوي دي السلام عليك يا صلاح السلام عليك يا صلاح خلينا بقى ناخد كده ايه وجاتل يعني خلي بالك كمان التوفيق طبعا متع ربك كمان انه يعملها بالكعب وتعدي ما بين رجلين الراجل حاجة يعني ده ده ربك بقى لما يكرم لان هو يستحق هذا يستحق واللي دخل الكبري فيه ده طول الماتش عمالي خبط في الصلاح شوف الاول خلي بالك صلاح طبعا لعليه الاسبوت ده بيجري صلاحه فاتح وكالعادة عمل سبرينت 12 متر في منطق القوة عشان يروح للكرة لم الكرة بص اللمه بقى وهنقف هنا شوف بقى صلاح بلمته دي او هرجع سنة صغيرة عشان اواريك قيمة اللمه بص بص الجيش اللي جاي ده اواريك الجيش اللي جاي طبعا ماناش دعم ده ده معاه طبيعي كده وبقى بص ادي واحد جيش جيش 3 4 5 6 جحافل جاي كل دول جايين عايزين يخشوا في المنطقة دي كده علشان يقفلوا المساحات دي كلها على محمد صلى كله بيجري طبعا صلاح لو ما عندوش حرفنت انه هو يقفلها بكعبه عشان يخش الجوة كان الجيش ده كله لحوه او هو كان بالامر خرجوه البار يعني كان طبيعي جدا انه هو هيبقى متاجه في السكة دي في السكة دي لكن حرفنته انه هو قفلها الجوة قفلت جوة دي وفرت عليه زمن طويل جدا الراجل ده اللي انا هعمل السهم بتاعه ده ده هيرحاقه نسبيا هتشوفه دلوقتي لما اشيل الفكتات اللي انا عملتان لكن حرفانة صلاح قبل ما يحط رجل الراجل ده معاه كان زائقها في المقص البعيد في منتهى الروعة والجمال بص بقى بص هيقفلها زي ادي القفلة ايه ده لا لحقه هو اللي انا عملت عليه بس هو بكفاءة شديدة جدا برجل ريومين في زاوية مستحيل مستحيل حطاها روعة 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 وفي توقيت روعة الروعة والدنيا كانت متقفلة تماما هلعبها لكم بقى من غير ما انا تدخل فيها خالص ادي الناحية الشمال والتمريرة البينية الروعة 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 وتصرف محمد صلاح واطمته الجوة وبعدين ينشنها في المقص البعيد هناك خالص الجون اكتفى بان هو بص لها فقط لغير فقط لغير نظرة نظرة روعة على فكرة صلاح مسجل تمن اهدف في واتفورد يعني عنده حظ بص بقى الهدف ده يوريك الرزق بقى لما يكون المهاجم انا زي ما شرحت من يومين في الجون اللي كان جابه وليد ازارو قبل كده جون جابه وليد ازارو انه الجون المهاجم باحساسه بيقف في المكان الصح باحساسه بيروح للمكان وهو حاسس بيه خالي بارك هلعبها لكل اول كده من غير افكتات تبعين نعمل افكتات بص خالي بارك ادي كرة قفلت من لاحية اليمين وجالها وريجي عشان يحطها بطن الرجل ومفروض دي في الشبك يقلش هو مش مديال صلاح طبعا يقلش يقوم صلاح بكعبه تماشى ما بين قربك وخوفي عليك من فضلك اقفر رجليك ما قفلش رجليه دخلت الشبك عملها لكو بقى افكتات تشوف بقى جريت صلاحه اندفاعه وجماله في الوقفة وبعدين حظه كمان ان كان واحد نايم على الخط هو اللي غطى التسلل اللي غطى التسلل بص خالي بارك ده هنا قفل هنا لتحت وريجي جاي في مكان روعة طبيعه وريجي لو ما قلشي هتروح في الشبك قلش قلش هنا هقف انا بقى هنا بص بقى مين اللي مغطيه ادي هول بيه موال لزم بقى فيه اتنين اللعيبة مغطيه ادي واحد اهو ده كان واقع على الارض ودي التاني هو دي اتنين دول مغطيه الجون مش مغطيه الجون اللي هو هامل علي ايك صحمر ده اهو ده ده مش مغطي اللي مغطي ل defending الي مغطي الافسايد اللي مغطي الافسايد الاتنين عليهم دوار بيضا ده هما اللي مغطيه موال لازم بينك وبين خط المرمى اتنين سواء الحارس ما بينهم او مش ما بينهم مهم اتنين لعيبة تقوم اوريجي يقلش وتقوم رايحة لكعب محمد صلاح بجمال وحلاوة يقوم حطتها ما بين اقدام طبعا عشان يكون برضو امين هو لا يقصد ان هو يحطها ما بين اقدامه لكن هو حطها بمنتهى القوة والجمال وعشان كده ربنا اكرمه وراحت ما بين اقدام اللاعب اللي طول ماتش عمال يخبط فيه عشان يوقفه لكن ما اقدرش يوقفه اطلاقا لان ده محمد صلاح ده محمد صلاح فكرني بقى هدف محمد صلاح ده بهدف للاعب تاني عظيم جدا ورهولنا يا حب وهو فعلا خلص الماتش فعلا خلص الماتش حاجة جميلة والله يا صلاح بنا وفاك يا ابني ويكرمك دايما ودايما تسكت كل الانتقادات من جوه بقى سيبك بقى من هنا الهالفات اللي هنا دي يعني لا هتلاقي في انجلترا وهنا 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 الناس بيحاولوا يخبطوا فيه لانه ساطع ساطع ولامع واضح طبيعي جدا دايما ربنا بيكرم صلاح بعد بعض الاخفاقات يعني ماتش اللي فات مثلا مضيع تلت اهداف لكن جاب هدف العالم كله تكلم عليه لو ما جابش الهدف في نفس المباراة دي كانت قطع لان الثلاث قوار حقيقة كان لازم يجيبهم اهداف بنقولها بمنطقة صراحة لان قوار كلها سهلة جدا وفي المتناول جدا وفي اقدام صلاح واحد من اهم نجوم العالم ضيعهم الثلاث لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى مع هذا الولد او هذا اللاعب الكبير جدا فجاب هدف مش عادي عشان الدنيا كلها تتكلم على هذا الهدف ويبتدي وكالة اسل اسبانية تحلله هندسيا يا ريت يا حمد لو عندك تحط يعني اهو اهو بص الجمال بص الجمال خلي بالك من الهدف الكرة هتلمس في العرضة القريبة القائم القريبة وهتلمس في القائم البيعي سبحان الله هندسيا قالك لو ملي لو عدى كمان ملي قبل ما يحط رجله في الكرة ما كانش دخل المرمى لكن من الحتة دي بالزبط بالزبط لازم يدوبك من الحتة دي عشان تتقفل ثم عدية من جنب القائم الشمال بغرابة وتسكن جنب القائمين بغرابة اكتر زاوية هندسية مستحيل عشان الناس تفضل تحلل في الهدف وتقول الهدف وتنسى التلات اهداف اللي هو ضياحهم ده كرم بقى من كرم المولى بقى ده كرم المولى بقى على اللاعب بقى لانه لاعب جميل ولاعب كبير ولاعب بيعرف ربنا ولاعب عنده وفاء لبلده وعنده وفاء لأهله وعنده وفاء لأهل قريته حاجة جميلة صلاح جميل من كل الوجوه الحقيق من كل الوجوه بيشتركوا في القناة